أعلنت وزارة التجارة والصناع الكويتية أن إجمال وزن المعادن الثمينة الموسومة من خلال العام الماضي بلغ نحو 38 طن حصلت عنها رسوما تقدر بمليونين ومئة ألف دينار كويتي وقالت التجارة أن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم منها بلغ نحو 26 ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين كيلوغراما حصلت عنها رسوما تقدر بنحو مليون وثلاثمائة ألف دينار وأوضحت أن الإدارة للمعادن الثمينة بالوزارة أصدرت ثلاثة ألاف وسبعة عشر كشفا حول المشغولات للتخليص ومطابقت البيان الجمركي فضلا عن 2836 شهادة للسبائك والمركات والمعادن المعفى من الختم وحصلت أنها رسوما تقدر بنحو 23 ألف وستمائة وستة وسبعين دينار